المكانة الأبرز في زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله إلى باريس مع التلاقي السعودي الفرنسي في فرص مستهدفات رؤية المملكة 2030 هذا التلاقي وصفه رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب بالعمل الممتاز في الإعداد للمستقبل وتحقيق برنامج التحول الاقتصادي من خلال تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاءت أولى النتائج الاقتصادية النوعية لهذا الإعداد توقيع الجمعية السعودية لاستزراع المائي مذكرة تفاهم مع إحدى المجموعات الفرنسية المتخصصة في صناعة التأمين بهدف تقديم منتج تأميني هو الأول من نوعه لمشروعات الاستزراع المائي في المملكة وتطوير نظام للتأمين التعاوني لتلك الصناعة الواعدة كما شمل الملف الاقتصادي للزيارة ثمانية اتفاقيات بين أرامكو وشركات فرنسية بقيمة عشرة مليارات دولار أبرزها اتفاقية مع شركة توتل الفرنسية العملاقة للنفط والغاز لتوسيع مصفات مشتركة لهما في المملكة وتضاف إلى تلك الاتفاقيات اتفاقية لمشاريع ضخمة سياحية وثقافية في منطقة العلا شمال غرب المملكة من بينها إنشاء اثنين من المتاحف بمساحات كبيرة ومواصفات عالمية على غرار متحف اللوفر الفرنسي الشهير تغطي مجالات علم الأثار والعروض الثقافية والبنى التحتية والنقل الاتفاقات السعودية الفرنسية تعكس نمط جديد من التعاون الاقتصادي بين البلدين يتسم بالشراكة الاستراتيجية طويلة المدى وفتح آفاق جديدة من التعاون واقتناص الجانب الفرنسي للفرص الاستثمارية وتقديم الخبرات النوعية بما يخدم رؤية المملكة المستقبلية ترجمة نانسي قنقر